اشتركوا في القناة ولغاية صباح يوم الأربعاء القمر موجود بالحود في ساعة الصباح بده ينتقل لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و13 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعديها لبرج الحمل لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يقص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم تبدأ بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أو حلاقة الشعر القمر الآن موجود في برج الحمل في برج الحوت لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بظل الناحية الروحية هي اللي بتلعب الدور البارز في حياتنا منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هذه الفترة نقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبي اللي بين عطارد وبين أورانوس وهاي الزاوية وانا انه تاثراتها لغاية يوم الخميس 23 اتنين طبعا هاي الزاوية هي سبب التشتت أو حالة التشتت الفكري اللي احنا منحس فيها وعدم التركيز وهذا الشيء بصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما انها بتجعلنا عصبيي المزاج منرتكب الأخطاء نتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها ساعة أربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة خمس وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمس وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في برج الحمل عشان هيك بنبلش من ساعات الصباح نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من لاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر بالتعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يغانى في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن الجراء فحصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي تأثيراتها رح تكون من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء هي بين القمر والزهرة اقتران إيجابي ذروتها ساعة 9 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بطيئة بين عطارد وبين المريخ وهي تأثيراتها من يوم 21-22 لغاية يوم 24-22 دروتها اليوم طبعا الساعة 8 و13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بيسود شعور عن بالويام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة 10 و 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لصباح يوم الخميس بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية هرمون الأندروفين وهرمون الميتالونين هذولا الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل أي عمليات جراحية كبرى لهذه الأعضاء في هذا الوقت أما عمليات صغرى فما في أي مشكلة ده أي أعضاء الجسم من ساعات الصباح وما بعد بصغير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم بصيرها دولة الأكثر حساسية عملية صغرى ما في أي مشكلة إنها تنعمل ولكن عمليات كبرى إحنا ما مننصح فيها بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 24-2 بيبدأ طبعا خلو المسار الساعة 7.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة 28-28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يومين في تمام الساعة 5-43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير عمره 3 أيام نسبة الإضاءة 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 اليوم منتحسي بنسبة 25% القمر في الحوت وفي ساعات الصباح رح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لا يوم 24-2 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح رح ترتفع نسبة السعادة إلى 60% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 100% وبتكمل لآخر النهار عطارت في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد الآن بنسبة 30% ولكن في ساعات الظهر رح تنزل نسبة السعادة إلى 15% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل التعمم سيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اللي هو برج الحوت لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة في خلال هاي الساعات من ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود وشخصيتكم ونفسيتكم وطاقتكم اليوم رح تكون مميزة يا إما عاطفيا رح تكون جياشي جدا يا إما حتى على مستوى الأصدقاء والعائلة والمعارف رح تكون قوية جدا اليوم برضو في حلة بعض المسائل العالقة وممكن يكون فيه اتصال أو معلومة رح توصلك حاول أنك تتعامل معها بمزاج هادئ وابعد عن العصبية وحاول أنه يعني ما تكون حاد بكلامك خصوصا أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن بيقترب من بيت المتاعب صحيح أنه ما زال الجو بيدعو للنشاط والحيوية والعلاقات الاجتماعية وتعامل مع الأصدقاء والاتصالات والحوارات والنقاشات وهي أجواء داعمة لإلك إلا أنه بلحظات معينة ممكن تحتد أو ما يصير عندك مزاج حتى للاختلاط بالمجتمع هيك بتحس طاقتك نزلت مرة واحدة كل ما اقتربنا لساعات الصباح لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب في ساعات الصباح رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لمدة يومين قادمات فابتكوا تحذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل تركيز كله على مجال العمل سمعتكم علاقاتكم بالمسؤولين فعشان هيك بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وتحاولوا إنكوا تنجزوا وتتمموا عمالكم بدون مجازفات وبدون مغامرات وبدون عصبية يعني بمعنى آخر ضبط الأعصاب مطلوب وفي نفس اللحظة حاولوا إنكم ما تغامروا وما تجازفوا أما من ساعات الصباح هنا بصير النشاط على المستوى الاجتماعي بشكل كبير فاليوم يا بتلتقوا أشخاص بترتاحوا لهم يا بتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو بيجيكم اتصالات ولقاءات من بعض الأصدقاء بوسعوا كل يوم تحقيق أمنية بمساعدة صديق الأجواء داعمة وقوية على المستوى الاجتماعي وممكن تلجأ لبعض الأشخاص اللي بتعرفهم اللي يساعدوك في مسألة مأرقيتة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الأجواء رح ضل دعمة بالنشاط والحيوية والامتحانات والدراسة والسفريات والمقابلات والحوارات والنقاشات والأجواء العاطفية داعملة إلك بقوة من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الفجر تقريبا اللي هي فترة خلو المسار اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وفي نفس اللحظة اللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه وما يتأخر على طيارته أما من ساعات الصباح وما بعد بدكوا تحافظوا على هدوكم حاولوا أنه ما تثيروا المشاكل لأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن عمل جديد أو تقديم طلبات حوارات مع رؤسائكم إنجاز بعض الأعمال المهمة ولكن حاولوا أنكم ما تضعفوا ما تستسلموا ما ترتكبوا الأخطاء وحافظوا على رصانتكم وتمسكوا بمسؤولياتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح رح يضل التركيز على الأمور المالية المشتركة يها بنك ضريبة تأمين ميرات إرث قرض تحصيل بعض الأموال أموال الزوج عمل حسابات سداد بعض الفواتير والالتزامات ترتيب وضعك المالي كل هاي الأجواء ممكن يتمر على بعض موليد برج الأسد يعني التركيز رح يكون كله على الوضع المالي اللي مأرقك له فترة الآن تقريبا اليوم بتبلش بعض الحلول تظهر على الساحة وخصوصا من ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في اتصالاتكم سفرياتكم تعامل مع أشخاص خارج البلاد الاتصالات الأمور القضائية الأمور البنكية التجارة الترويج الامتحانات بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية والعاطفية يعني الأجواء تقريبا ممتعة جدا اليوم رح تكون بس أهم شيء تنتبهوا أثناء القيادة قيادة السيارات وأثناء التنقلات برج العذر بينصب اهتمامكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود مقابلكم على أمور إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية علاقتكم مع أزواجكم طاقتكم ما زالت ضعيفة لا تتخذوا قرارات ولا تتسرعوا بالكلام وحاولوا تضبط أعصابكم ابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا التركيز كله بيصير على الأموال المشتركة بتنهمكم خلال هذا اليوم في تنظيم أموركم المالية المشتركة لإلها لها ببنك ضريبة تامين لأمور هاي ولكن بدكوا تحاذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل إلا أنه أنا بشوف أنه الأجهار رح تكون إيجابية وتصلح أيضا لأمور إلها علاقة بالشراكة والتقارب الفكري ما بينك وبين الشركاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الآن القمر صار يقترب من مقابلتكم فعشان هي بدأت ضغط على العمل أكثر علاقاتكم بزملائكم بالعمل حتى على موضوع الصحة حاولوا أنكم تبادروا بعمل جديد بهذه الساعات واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل خلي علاقتكم جيدة ما بينكم وبين زملائكم وفي نفس اللحظة حاولوا أنكم اتركزوا بشكل جيد على أعمالكم عشان يتمموها بشكل كامل أما من ساعة الصباح فهون القمر بصير مقابلكم تماما ابترغبوا في تعزي شراكاتكم ولكن بدكوا تنتبهوا من الحدية بالطباع أو سوء تفاهم ما بينك وبين زوجتك أو ما بينك وبين شريكك بالعمل حاولوا تكونوا مارنين بالتعامل وفي نفس اللحظة حاولوا أنكم تنتبهوا من ردات فعلكم وعصبيتكم لأنه في أشياء ممكن تستفزك بتتطلب منك أنك تضبط أعصابك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتظل العاطفي قوية عندكم بشكل كبير بتميلوا للتقارب من أحباكم للتجاوب معهم للمصالحة لللقاء يعني حتى الفرح حتى الأجواء الجميلة اليوم ممتازة من الآن و لغاية ساعات الصباح وممكن تهتم بهندامك أو مظهرك أو لباسك أو أشياء من هذا القبيل للأجواء جيدة حتى على مستوى الترفيه وتغيير الجو الأجواء ممتازة من ساعات الصباح حون التركيز رح يصير على العمل يع رح تركزوا على أعمالكم علاقتكم بالمسؤولين إنجاز بعض الأعمال ممكن يكون عندكم مراجعات طبية أو فعوصات أو أخذ أدوية معينة أهم شيء أنك أنت ما ترهق نفسك زيادة ركز بشكل جيد ما تحاول أنك تشتغل أكثر من عمل في نفس الوقت ركز على العمل الأساسي والمهم إنجزوا بعدين انتقل للي بعده صحيا ما في إيش بخوف ولكن ممكن هيك بدك اهتمام صحي شوي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال موجود في بيت البيت بيت العائلة فعشان هيك التركيز من الآن ولغاية ساعة الصباح رح يكون على العائلة وعلى البيت على تصليحات ترميمات مشتريات مناسبات لقاءات اجتماعية عائلية أو حدث معين جيدة هاي الفترة لاستئجار بيت من الآن ولغاية ساعة الصباح ولكن مش في فترة خلو المسار جيدة لتجارة أو بيع عقار ما أو أمور إلها علاقة بمشتريات لأثاث البيت ولكن برضو مش في فترة خلو المسار أما في فترة خلو المسار أما بعد خلو المسار والانتقال قمر للحمل فهو بيت قوي جدا بالنسبة لإلك وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم اليوم الأجواء تحتاج شوي الترفيه تخروج تغيير حتى شخصيتك ونفسيتك رح تكون مميزة اليوم انت ملفت للانتباه فعشان هيك لازم تستغله ويكون مزاجك هادئ قدر الإمكان وحاول أي شخص بده يخليك تنفعل همشوا اتجنبوا لأنه ما بدك إشي ينكد عليك في هذا اليوم الجميل برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء بتدعمه ولكن أنا بنصح أنه ما يعتمده كثير على الحدود فترة ممتازة بالاتصالات والحوارات والنقاشات وسرعة بديهتك بتنقذك وعندك قدرة على إتمام أي أمر ولكن ممكن تهرب منك المعلومة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد حاول أنك ما تعتمد على الحد نهائيا ممكن تهتم بسيارتك أو تهتم بتليفونك أو بأجهزة إلكترونية ممكن يكون لك حوار أو نقاش ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران الأجواء ممتازة لغاية ساعات الصباح لأنه القمر في بيت حليف لا إلك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا التركيز رح يصير إلى علاقة بالبيت والعائلة فخلال هذا اليوم بتفضلوا التركيز على الأجواء البيتية والعائلية حل بعض المسائل العالقة لإلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن تصليحات ترميمات مشتريات واجبات التزامات أشياء من هذا القبيل ولكن بتكون حاولكم يكونوا مش عدوانيين في هذه الفترة لأنه شوي مزاجك ممكن يسبب لك بسبب خلاف أو سوء تفاهم يعني بدك تركز بشكل جيد بدون عصبية بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا منه الآن ولغاية ساعات الصباح بدكوا يتركزوا على الأمور المالية ما زالت الأجواء جيدة وممكن تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم وفي فرص جيدة للتحصيل على بعض المكاسب المالية أو على هدية أقل تقديد أما من ساعات الصباح يعني عند الفجر حاولوا أنكوا تتجنبوا شراء أي حاجة ثمينة وخففوا من النفقات اللي هي فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح الأجواء بتصير داعمة بقوة لأنه اليوم راح تكثر عندك الاتصالات بشكل كبير والتنقلات والحوارات والنقاشات وممكن اليوم يكون عندك ترويج لشيء معين أو حتى بتحاول تقنع أشخاص بشيء معين اليوم عندك القدرة على الإقناع والحوار والنقاش الأجواء ممتازة جدا وهذا الشيء راح يحقق لك كثير من الأمور ممكن اتركزوا على أمور إلها علاقة بالاتصالات أو المواصلات يعني أجهزة إلكترونية أو سيارات برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا الأجواء ممتازة جدا من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر موجود عندكم النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية وراحة النفس ممتازة جدا يعني عندكم هدوء أو سلام داخلي أو بتفكروا في بعض التغييرات اللي لها علاقة بالمظهر أو باللباس بالهندام أو حتى بتغيير الجو عاطفيا أيضا الأجواء ممتازة جدا خلال هذا اليوم من ساعات الصباح القمر راح ينتقل لبيت المال فهنا التركيز راح يصيل على تحصيل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن بتكوا تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان ممكن اليوم تحصلوا على هدية أو يعني دعم نفسي اليوم الأجواء ممتازة فالهازم تستغلها بكل طاقتك من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الأربعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء